بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الأعزاء بإذنك تعالى بهذا المقطع رح نحل مع بعض الاختبار الأخير في بحث الأشعة السؤال الأول هلأ مع الأسف بس فيه خطأ بسيط أنه لازم يعطيه النقطتين هون النقطة A و النقطة B إذن هدول نقاط وليسوا أشعة عم بيقلي النقطة A إحداثياتها 6M النقطة B إحداثياتها N سبعة عم بيقلي الشعاع AB مركباته 0 2 طالع لي الم زائد N شباب مثل ما بنعرف لما بيكون عندي شعاع مركباته بيكون المركبة على الـ X بتكون حاصل طرح الـ Xات Xات النهاية ناقص البداية يعني صار عندي N ناقص 6 لازم تساوي 0 معناها الـ N عندي بتطلع 6 وأيضاً وايات النهاية ناقص وايات البداية يعني سبعة ناقص M يفترض تساوي 2 معناها الـ M يفترض فيها من أن الـ M جبنة للـ 2 تطلع خمسة فبدو M زائد N يعني 11 جواب A السؤال الثاني عم بيقلي عندي نقاط ABJD بالشكل التالي عم بيقلي الشعاع AB المكون من هالنقطتين هذا الـ AB يلازم يساوي الشعاع GD عم بيطلب K زائد B طيب خلينا نطالع الشعاع AB إذن الشعاع AB إلنا مركبته على الـ X هي حاصل طرح الـ Xات ناقص 4 ناقص 2 يعني ناقص 6 على الـ Yات إذن B ناقص 3 الشعاع GD أيضاً كمان مركبته على الـ Xات Xات نهاية ناقص بداية 6 راح K وأيضاً على الـ Y واحد ناقص 3 يعني ناقص 2 هو عم بيقلي الشعاعين متساوين معنات المركبة على الـ X هون بتساوي المركبة هون إذن عندي 6 ناقص K بتساوي ناقص 6 معناها إذن شباب الكي بتساوي 12 أيضاً مركبه على الـ Y الـ P ناقص 3 لازم تساوي ناقص 2 معناته الـ P لازم تطلع 1 هو بده كازاقة B يعني 13 جواب B السؤال الثالث عم بيقلي عندي شعاع A و شعاع B عم بيقلي هدول متوازين فبده قيمة X نحن بنعرف لما شعاعين بيتوازوا بيكون شي شبيه بالمستقيمات إنه ميولهم متساوي ميل الشعاع هو مركبة الـ Yات على الـ Xات يعني ميل الشعاع A إذن 4 على 2 ناقص X لازم يساوي ميل الشعاع الثاني اللي هو 8 على 2 طيب الـ 8 على 2 تعطيني 4 الـ 4 مع الـ 4 راحة بـ E1 إذن معناته الـ 2 ناقص X هي 1 معناته الـ X بيطلع 1 جواب B السؤال الرابع عم بيقلي عندي شعاعين شعاع A مركبته X و 2 والشعاع B مركبته 3 ناقص 5 عم بيقلي القيمة المطلقة اللي يجمع الشعاعين تساوي القيمة المطلقة اللي طرح الشعاعين شباب لا يمكن أن تكون القيمة المطلقة لجمع الشعاعين تساوي القيمة المطلقة لطرح الشعاعين إلا إذا كانوا متعامدين خلينا أوضح برسمة بسيطة يعني لو أنا أخذت شعاع أول وشعاع ثاني وكانوا هدول الشعاعين متعامدين لاحظوا كيف شباب وين محصلت جمع الشعاعين محصلت جمع الشعاعين أنا أولاً راح أعتمد على مبدأ أخذ مستطيل هيك أشكل مستطيل جمع الشعاعين جمع الشعاعين إنه راح يكون هو قطر متوازي الأضلاء أو هون تشكل عندي مستطيل بسبب التعامد إذا معناتها هاي محصلت جمع الشعاعين يعني أنا لو فرقت إنه الشعاع الأول معلش خلينا نسميه هذا الشعاع الأول هذا الآ وهذا البي فأصبح عندي آ زائد بي هو هاد لأنه لو أنا أخذت موازي للبي من هون راح يطلع عندي ها المحصلة طب لو أنا بدي آ نائس بي إذا بدي طرح الشعاعين طرح الشعاعين شباب شو راح يكون عندي البي راح ينعكس راح يصير إلى اليسار وبالتالي محصلت طرح الشعاعين راح تكون شعاع طالع من عند البي لعند يعني بهذا الشكل هذا طرح الشعاعين لاحظوا شباب مجموع الشعاعين هو هدا اللي باللون الأزرق وطرح الشعاعين هو اللي باللون الأخضر يعني أنا بعرف تشكل هون عندي مستطيل ليش لأنه أنا قلت بالبداية قلت لازم يكونوا متعامدين الشعاعين تشكل عندي مستطيل نحن معرفة قطراء المستطيل متساوين وبالتالي طول الجمع يساوي طول الطرح إذن لا يمكن أن يتم هذا الأمر إلا إذا اتعامد شعاعين إذن أنا كنتيجة استمتجت أنه الشعاع A يعامد الشعاع B مدام شعاعين متعامدين بيكون الجداء الجداء السلمي لهذه الشعاعين بيكون يساوي صفر يعني A والB إذا أخدت جداء السلمي إلهم لازم يطلع صفر طيب جداء السلمي هو جداء المركبات إذن ما عدت ثلاثة ضرب إيكس إذن ثلاثة بي إيكس واثنين بيناقس خمسة يعني ناقس عشرة لازم يساوي صفر ما عدت ثلاثة إيكس بتساوي عشرة معناها الإيكس هي عشرة على ثلاثة إذن الجواب إيه سؤال الخامس عم بيقول لي عندي شعاع A وعندي شعاع B عم بيقول لي جداء الشعاعين جداء السلمي إلهم نطلع اثنين بده قيمة الآ الجداء السلمي إنه قبل شوي ضرب المركبات إذن A ضرب واحد يعني A وثلاثة ضرب ناقس نين يعني ناقس ستة هذا يساوي عم بيقول لي هو نتيجته اثنين معناها الآ رح تطلع ثمانية جواب E سؤال السادس عندي شعاع A وشعاع B وشعاع J عم بيقول لي إيكس بي A زائد Y بي بي يساوي J بده الإكس والي طب خليني أطالع الشعاع الناتج عم ضرب الإكس بالآ إذن إكس ضرب الشعاع A هو رح تنضرب المركبات يعني رح يكون عندي ثلاثة إكس وإكس أيضا خليني أطالع ال-Y ضرب ال-B هذا ال-Y مضروب بالشعاع B رح تنضرب أيضا بالمركبات إذن ناقس Y واثنين Y طب هو عم بيقول لي جمع هدول يساوي الشعاع J يعني لما بجمع شعاعين بجمع مركباتهم إذن المركبة الأولى اللي هي ثلاثة إكس ناقس Y ثلاثة إكس ناقس Y تساوي مركبة J وين مركبة J الأولى اللي هي ثلاثة إكس وأيضا الإكس لو جمعت معها الثلاثة إكس زائد ثلاثة إكس زائد ثلاثة إكس لازم تساوي مركبة ال-Y لل-J اللي هي عشرة رح أحلها المعادلتين مشان أستنتج المجمولين مع بعض رح أضرب المعادلة الأولى بثلاثة إكس ناقس ثلاثة إكس يساوي أربعة وعندي المعادلة الثانية على حالة إذن إكس زائد ثلاثة إكس يساوي عشرة بالجمع صار عندي هون سبعة إكس راحوا ال-Yات مع بعض بساوي أربطاش معناتها الإكس طلع اثنين هلا بدي ال-Y فيني أجي ببساطة لهون مثلا بالمعادلة الأولى صار عندي ستة إذن لاحظون اثنين بثلاثة ستة ستة راح مننا اثنين أربعة بساوي إذن ال-Y بيطلع أربعة إذن ال-Y بيطلع أربعة هو بديه عم يطلب مني إكس زائد Y يعني اثنين زائد أربعة الجوار ستة السؤال السابع عندي عمبي اللي قابي بعامة بيجي إذن هون عندي مسلس قائم الأطوال ستة بأربعة على الرسم موضحين عم بيقلي بده الجداء السلمي للشعاع AB لحظوا هذا الشعاع AB بده يضربه بالشعاع AJ إذن نضرب الشعاع AJ طيب بإمكاني أحل هذا السؤال بطريقتين الطريقة الأولى طريقة المركبات واللي هي أسهل شيء لحظوا الشعاع AB الشعاع AB شو مركبات وهذا هو على الإكس ما إلو مركبة متعامد مع الإكس إذن وبالتالي مركبته على الإكس صفر على الواي نازل بنزول لتحت إذن هو ناقس ستة طيب الشعاع AG الشعاع AG على الإكس ممتد كطول أربعة على الواي نازل بنزول ستة إذن ناقس ستة فالجداء السلمي لهذه الشعاعين هو صفر ضرب أربعة و ناقس ستة بناقس ستة يعني ناقس ستة ضرب ناقس ستة يعني لازم يطلع جواب ستة و تهتين إذن جوابه D سنحله أيضا بأسلوب آخر أسلوب الآخر هو طويلة الأول بطويلة الثاني بكوسين الزاوية المحصورة بينهما الجداء السلمي بهذا الشكل طيب أنا معناته بدي كوسين هاي الزاوية و بدي طول الشعاع AG لاحظوا أنا إذا عندي أربعة ستة هذا المسلس مربع هات زائد مربع هات ستة و تهتين زائد ستة و تهتين و خمسين إذن تنين جزر التلتعاش هذا بيطلع طوله إذا طبقنا في ساورس الزاوية ألفة المحصورة بين الشعاعين بهذا الشكل رح يلزمني شو كوسين الزاوية ألفة كوسين الزاوية ألفة المجاور على الوتر يعني ستة على اثنين بجزر التلتعاش هلأ صار جداء الشعاعين ال-AB إذا رح أضربه بالشعاع التاني اللي هو AG رح يطلع عندي طول الأول ستة مضروب بطول الشعاع التاني اللي هو ثنين بجزر التلتعاش بكوسين الزاوية المحصورة بينهما هلأ حسبنا الكوسين اللي هو ستة على ثنين بجزر التلتعاش راح الثانين بجزر التلتعاش مع ثنين بجزر التلتعاش بيطي جواب ستة و تهتين إذن بكل الطريقتين نفس الجواب سؤال الثامن عم بيقل لي عندي A,B,J,D ديكتور كان إذن مستطيل عندي أطوال 2x3 إذن 2x3 عم بيقل لي بده D,B الشعاع D,B لحظوا هذا هو اللي لونته بالأحمر رح يضربوا بالشعاع A,J إذن بده جداء سلمي لحدول الشعاعين طبعا شباب أسهل وأبسط طريقة إني أخذ المركبات مركبات الأشعاع الشعاع D,B لاحظوا الشعاع اللي بالأحمر D,B على الـ X يمتد طوله 3 إذن 3 على الـ X بينما على الـ Y تحسوا طالع لفوق إذن مقدار 2 رح أضربوا بالشعاع الـ A,J الـ A,J على الـ X رايحة اليمين إذن معناته مركبته على الـ X 3 وعلى الـ Y نزل بنزول مقدار 2 إذن ناقص 2 فالجداء السلمي رح أضرب الـ X بالـ X إذن صار 3 بتلاتة يعني 9 و2 بنائص 2 نائص 4 يعني جوابه 5 إذن جواب D السؤال التاسع عندي عم بيقلي A,B,J,D إذن 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 يعني هذا معين آآ الأطوال عندي عاطيني A,J طوله 8 إذن A,J كله طوله 8 وB,D طوله إذن B,D هون طوله 6 عم بيطلب مني الشعاع A,J لاحظوا الشعاع A,J من هون لهون رح يضربوا بـ A,B زائد B,A A,B زائد B,A طيب خلينا نرسوم شوي أنا بس عم بيختر لي شغلة إني أطالع محصلت هالشعاعين مع بعض ما بين قوسين هذا الشعاع A,B بده يجمعه مع مين؟ مع الـ B,A مع الشعاع B,A إذن أصبحت محصلت جمع هدول الشعاعين هو هذا الشعاع إذن هو A,A لاحظوا هذا هون عبارة عن A,A بهذا الشكل إذن أصبحت مسألتي هي عبارة عن A,J ضرب A,A الـ A,J رح ألونه باللون الأخضر هذا هو إذن أصبحت مسألتي ضرب الشعاع اللي باللون الأخضر ضرب الشعاع اللي باللون الأزرع طيب أنا هو أعطاني طول A,J كله 8 ونحن بنعرف قطرة ومتوازل أضلاع هدول الشوء بيكونوا متناصفان معناته هون طوله أربعة أربعة شباب أنا لما أضرب شعاعين جداء السلة من الشعاعين هو طويلة الأول بطويلة الثاني بكوساين الزاوية المحصورة بينهما أنا إذا شعاعين عندي على نفس الحامل ونفس الجهة هذا الشعاع الأول والثاني فالزاوية المحصورة بينهما الألفة هي صفر معناته صار عندي كوساين الزاوية ألفة هو واحد إذن يكفي أن أخذ طول الشعاع الأول اللي هو أربعة أضربه بطول الشعاع الثاني كوساين الزاوية إنه هو واحد فإذن الجواب 16 جوابي D سؤال العاشر عندي شعاع X عاطيني يا بدلالة مركباته والشعاع Y بنفس القصة عم بيقلي الشعاعين هدول متعامدين بده قيمة A ال A هو المجهول اللي موضوع هون اللي عندي هو A طيب شباب الشعاع X مدام لما بيتعامد شعاعين إحنا قلنا شو بيصير ميل الشعاع الأول ضرب ميل الشعاع الثاني بيساوي ناقص واحد ميل الشعاع هو هاي لحظة المركبة E2 هي على ال Y والمركبة E1 هي على ال X طيب إذن معناته ميل الشعاع هو يعني عمليا مركبة ال Y على ال X يعني A على A ناقص واحد A على A ناقص واحد هذا ميل الشعاع X لو ضربته بميل الشعاع الثاني اللي هو كمان المركبة على ال Y يعني ناقص A على المركبة على ال X اللي هي A زائد 2 لازم يساوي ناقص واحد طيب شباب أنا هون عندي الناقص واحد مع الناقص تحولت صارت إشارة موجبة إذن صار عندي لو ضربنا A ب A إذن صار A مربع يساوي مدام النتيجة واحد معتها بيساوي جداء المقامين من بعد وضربه A ناقص واحد ب A زائد 2 صار عندي A مربع هون عندي 2A و ناقص A يعني زائد A وعندي أيضا ناقص 2 الآ مربع طالت مع الآ مربع رح يطلع عندي الآ بساوي 2 جواب A هون شباب عندي بالسؤال إذا عاش هم بيقلي مرتين الشعاع X ناقص Y بساوي اعتني ناقص واحد ثلاثة والشعاع X زائد مرتين Y بساوي سبعة أربعة بيقلي بده الجداء السلمي للشعاع معتها أنا لازم أطالع يعني لازم أطالع الشعاع الأول شو هو والشعاع الثاني شو هو وأضربهم آخر الجداء السلمي هون أولا رح أتخلص أحاول أتخلص من ال Y لو ضربت المعادلة الأولى باتنين صار عندي إذن 4X ناقص 2Y يساوي المركبات هون رح تنضرب باتنين إذن صار ناقص 2 و 6 الشعاع الثاني على حاله X زائد 2Y يساوي هون عندي سبعة وأربعة لو أنا جمعت المعادلتين مع بعض صار عندي هون 5X رحوا ال Yات مع بعض رح يكون عندي هون خمسة و 10 إذن فصار الشعاع X محصلاته هي واحد و 2 لازمني الشعاع Y حتى أطالع الشعاع Y أنا صار عندي الشعاع X موجود فيني أعود بأي معادلة هون عندي إذن صار عندي واحد اتنين هذا الشعاع X زائد مرتين الشعاع Y إذن 2Y يساوي 7 4 فصار عندي إذن اللي 2Y كشعاع هو 7 راح واحد يعني 6 4 راح 2 يعني 2 فصار الشعاع Y عندي 3 1 إذن الشعاع X معروف والشعاع Y معروف بدي جداء السلمي اللي تبضروا بالمركبات ببعض 3 ب 1 يعني 3 و 2 ب 1 زائد 2 جواب 5 إذن جوابي D السؤال 12 عندي نقطة A و نقطة B و نقطة J عاطني إحداثياتهم عندي شعاع A B و عامد شعاع B J بده X أولا أنا لازم أحسب الشعاع A B كشعاع إنه هو على الإكسات هو إكسات نهاية ناقص بداية يعني 2 ناقص 5 إذن ناقص 3 و 3 ناقص ناقص 4 يعني صار 7 هذا الشعاع A B بده شعاع B J إذن الشعاع التاني اللي هو B J لحظوا ما بين B و J مركباته على الإكس 9 راح 2 إذن 7 و X ناقص 3 على ال Y هلأ ما دام الشعاعين متعامدين إذن راح يكون عندي الجداء السلمي للشعاعين لازم يساوي 0 يعني ناقص 3 ب 7 يعني ناقص 21 و 7 مضروبة إذن زائد 7 ب X و 7 بناقص 3 يعني ناقص 21 لازم يساوي 0 فصار عندي إذن 7 X لازم تساوي 42 معناته X تطلع 6 الجواب A السؤال 13 عم بيقلي عندي شعاع أول و شعاع ثاني جمع الشعاعين هذا هو عبارة عن 5 2 عم بيقلي مربع الشعاع الأول زائد مربع طويل طبعا مربع طول الشعاع الأول زائد مربع طول الشعاع الثاني و ساوي 13 بده الجداء السلمي للشعاعين شباب أنا هون هذا عنتي محصلة جمع شعاعين محصلة جمع شعاعين هي 5 2 يعني كيف صاير يعني ممتد 5 على ال X2 على ال Y بهذا الشكل إذن كأنه عندي شعاع بهذا الشكل ممتد على الإكس بطول تقريباً خمسة وعلى الواي ما عليش رسم تقريبي بهذا الشكل إذن هذا على الإكس مركبته طولة خمسة وعلى الواي آخذ طول اتنين معناته هذا الشعاع اللي هو حاصل جمع الشعاعين قديش طوله لو أنا طبقت في سغيرس إذن 24 و25 و29 إذن جزر 29 طيب شباب لو أنا أخذت استعملت نظرية الكوساين نظرية الكوساين تبعيت المجموع إذن أنا عندي هذا الشعاع هو اللي حاصل جمع شعاعين تمام يعني أنا لاحظوا شباب لو أنا أخذت هيك رسمة بسيطة مثلا أنا عندي لو فرضت هذا شعاع A وهون عندي هذا هيك هذا شعاع B المحصلة اللي طلعت معي هاي هون هي حاصل جمع شعاعين A وB بهذا الشكل طيب إلنا لو طبقت نظرية الكوساين هذا اللي هو A زائد B عفوا A كبيرة زائد B بهذا الشكل لو أخذت مربع طوله يعني إذن A زائد B هذا للتربيع يساوي مربع الأول زائد مربع الثاني هلأ هون زائد ضعفين الأول بالتاني بكوساين الزاوية المحصورة بينهما طيب هو عاطيني نحن عفوا أنا هلأ استنتجت إنه هذا طوله طول المجموع هو جزر 29 وبالتالي إذا ربعته رح يكون عندي هون 29 يساوي من المعطيات هو عاطيني A مربع زائد B مربع هو آي اللي هنين 13 زائد 2 مضروب بطول الشعاع A بالشعاع B بكوساين الزاوية ألفا لو نقلت الثلاثعش لهالجهة صار عندي 16 يساوي مرتين A في B بكوساين الزاوية ألفا لو اختصرت 2 مع 16 بقي عندي 8 طيب شباب طلعوا لي على هذا المقدار هو طويلة الأول بالتاني بكوساين الزاوية المحصورة بينهما هذا هو الجداء السلمي هو الشعاع A مضروب بالشعاع B وهو المطلوب هو عم بيطلب مني الجداء السلمي هذا هو الجداء السلمي شو طلعت نتيجته؟ نتيجته طلعت 8 إذن الجواب A السؤال 14 عندي شعاع A طوله أربعة وعندي شعاع B طوله ثلاثة والزاوية المحصورة بينهما ستين عم بيقل لي بده أربعة A ضرب ثلاثة B قديش بتطلع؟ شباب المسألة ببساطة الأربعة A شعاع أربعة A هو عبارة عن شعاع له نفس الاتجاه لكن طوله نضرب بأربعة يعني أصبح طول هذا الشعاع لو تخيلنا معلش ما رحتوا سامعي على الرسمة رح أتخيل أنه هذا صار طوله بدال الأربعة صار 16 هذا مين هو؟ هذا هو الأربعة A طيب أربعة A كطويلة الشعاع الثاني الشعاع B كان طوله ثلاثة وبالتالي هلأ صار عندي اللي ثلاثة B أصبح طوله تسعة إذن هذا هون رح يبقى على نفس الاتجاه إذن هذا الشعاع اللي هو ثلاثة B كطويلة أصبح تسعة عم يطلب مني جداء السلمي الزاوية بيناتهم بقية ستين شباب الجداء السلمي هلأ صارت مسألتي خلاص نسوه هذا السؤال هون أصبحت مسألتي بالشكل التالي بدي هذا الشعاع بهذا الشعاع بكوساين الزاوية المحصورة بينهما إذن صارت مسألتي عبارة عن ستة عشر بتسعة بكوساين الزاوية المحصورة بينهما كوساين الستين هو نص ستة عشر مع الاثنين أعطتني ثمانية ثمانية بتسعة إذن اثنين وسبعين جواب B السؤال خمسة عم بيقول لي A B بعمد A G إذن هون في عندي زاوية قائمة A B بيساوي A D بيساوي أربعة إذن أربعة بأربعة يعني هذا هون أربعة بجزر اثنين أيضا عندي هون زاوية خمسة عشر طيب زاويتي هون لازم تكون خمسة واربعين وهون أيضا زاويتي خمسة واربعين خمسة واربعين وخمستاش صاروا ستتين إذن زاويتي هون ثلاثين الضلع المقابل لثلاثين أربعة معاته هذا هون ثمانية عم بيطلب مني الشعاع A B الشعاع A B هذا الشعاع بده يضربه ب B D زائد B G لحظوا B D زائد B G الشباب أنا لو حاولت أشتغل ما داخل القوسين يعني B D زائد B G شوي رح تتعقد المسألة رح يطلع عندي المحصلة تبعيتهم بهذا الشكل هي شعاع طويل إذن هو محصلت متوازي الأضلاق وبالتالي أنا ما بفضل نشتغل بهذا الأسلوب إذن أنا معناته بأشتغل بأسلوب آخر إنه هو رح أوزع الضرب بهذا الشكل إذن مسألتي تحولت إنه عم بيطلوب مني A B مضروب ببيدة زائد A B مضروب ببيدة بهذا الشكل رح أعتمد لحل هذا السؤال على المركبات أو عفواً على الطويلة بكوساين الزاوية طويلة الأول بالتاني بكوساين الزاوية لأنه شوي صعب أطالع المركبات بوجود زاوية 15 كوساينة غيره مضروب الشعاع A B الشعاع A B شباب قديش طوله طول الشعاع A B أربعة أعطيني ما في مشكلة الشعاع B D طوله طلعناه أربعة بجزر الشعاع A B أيضاً أربعة البيجي عندي كل الأطوال موجودة بي أشتغل على الزاوية أول عملية هي رح أخذ الشعاع A B هذا الشعاع A B رح أضربه بالشعاع B D إذن هذا الشعاع B D رح أخذه بغير له إذن بالشعاع B D طيب شباب أنا لما بدي أخذ جداء شعاعين ببعض قلت لما بدي أخذ جداء سلمي بدي أقول طول الأول بالتاني بكوساين الزاوية المحصولة بينهما بدي الشعاعين يكونوا طالعين من نفس النقطة رح أنقل الشعاع B D أخذ موازي له من النقطة A وبطوله إذن هون رح يتشكل عندي عملياً شباب وكأنه متوازي أضلاع بالشكل التالي إذن A B D سمي دي هاي النقطة K بمتوازي الأضلاع كل زاويتين متقابلتين متساويتين وكل زاويتين متجاويتين متكاملتين إذن عندي هون 45 معتها الزاوية بيناتهم هاي هون 135 درجة إذن هدول بيناتهم الزاوية 135 درجة الجزء الثاني من السؤال إذن أنا هلأ ما عندي مشكلة طول الأول وطول الثاني والزاوية المحصولة بيناتهم صاروا عندي الجزء الثاني من السؤال بدي أخذ الشعاع A B مع الشعاع B G الشعاع B G رح ألونه باللون الأخضر هذا الشعاع B G أيضا أنا هلأ عم بشتغل العالمين على A B مع ال B G إذن أنا كمان بدي أشكل متوازي أضلاع فيني أنا أنقل الشعاع B G لعند الشعاع A B مشان ما تتخربطوا شباب لح أمسح هذا اللون الزهري رح أرجع أنقل الشعاع الأخضر لهالمنطقة هون أشكل متوازي أضلاع طيب الزاوية عندي هون صارت كلها ياتهي عبارة عن 60 معناته الزاوية المحصورة بين الشعاعين هون بها الحالة 120 درجة لأنه صار عندي متوازي أضلاع متل قبل شوي إذن كمان وصلنا لهون قدرنا نطالع الزاوية بين الشعاعين إذن هلأ تطبيق مباشر على القانون طول الشعاع A B عندي أربعة مضروب بطول الشعاع B D اللي هو أربعة بجزر الثنين مضروب بكوساين الزاوية المحصورة بينهما كوساين 135 هو معاكس كوساين الـ 45 يعني ناقص واحد على جزر الثنين هلأ عندي زائد A B قلنا طول الآ B أربعة مضروب بطول B J طوله 8 بكوساين الزاوية المحصورة بينهما كوساين 120 هو معاكس كوساين الـ 60 يعني ناقص واحد على اثنين ويساعد هون عندي شباب الجزر راح مع الجزر أربعة بأربعة ستتعاش بنائص واحد إذن ناقص ستتعاش عندي هون الـ 8 مع الاتنين أعطتني أربعة أربعة بأربعة ستتعاش بنائص واحد إذن ناقص ستتعاش يعني الجواب ناقص اثنين وثلاثين الجواب A بالسؤال 16 عم بيقول لي في عندي A,B,J,D,K,MUK إذن هذا شبه منحرف قائم أعطيني الأطوال واحد بثلاثة باثنين عم بيقول لي بده الجداء السلمي للشعاعين D,J إذن هذا الشعاع D,J راح يضربه بشعاع B,J إذن بهذا الشعاع B,J هلأ شباب راح أحاول أحل السؤال بطريقتين مختلفتين أولاً اللي هي طريقة المساقط واللي هي أنا بفضله بها الحال لاحظوا الشعاع D,J مسقطه على الإكس ممتد طوله اثنين على الواي ما فيه إلو مسقط أبداً إذن مسقطه صفر راح أضربه بالشعاع B,J إذن الشعاع B,J لاحظوا لحتى أطالع مسقطه على الإكس أنا مضطر هون أنزل عمود بالشكل الثاني هذا الطول هون ثلاثة هذا هون عندي واحد إذن هون تبقى واحد طبعاً واحد ثلاثة راح يطلع معي هذا جزر العشرة ما لازمني هلأ الطول بس إذن هون لازمني المساقط الشعاع B,J مسقطه على الإكس لاحظوا راح يكون هو هذا الطول مسقطه على الإكس يعني واحد وعلى الواي نزل بنزول بس بطول ثلاثة إذن ناقص ثلاثة إذن في الجداء السلم راح يكون ضرب المركبات ببعض اثنين بواحد يعني اثنين وصفر زائد صفر مضروب بناقص ثلاثة طبعاً صفر مع ناقص ثلاثة راح يطلع الجواب الثنين إذن جوابي D الطريقة الثانية اللي راح أحل في السؤال هي طريقة طويلة الأول بطويلة الثاني بكوسين الزاوية المحصورة بينهما أنا عندي طول الشعاع دي جي طوله اثنين ما في مشكلة وطول الشعاع بي جي طالعته هو جزر العشرة لكن بدي الزاوية المحصورة بينهما أنا مضطر يكونوا اثنينة طالعين من نفس النقطة إذن راح أنقل الشعاع دي جي لعند النقطة بي يعني راح أخذ موازي بهذا الشكل له هذا هو الشعاع صار عندي هو دي جي طوله قلنا اثنين الزاوية المحصورة بينهما هي هاي هي ألفة هلا بسبب التوازي هي نفسها راح تكون هون الألفة لازمني كوساين الزاوية إذن كوساين الزاوية ألفة هو المجاور على الوتر يعني واحد على جزر العشرة مع تصار الجداء السلمي دي جي مضروب بالبي جي قلنا يساوي طويلة الأول طول دي جي طوله اثنين مضروب بطويلة الشعاع التاني دي هو جزر العشرة مضروب بكوساين الزاوية المحصورة بينهما هل أحسبناه هو واحد على جزر العشرة راح الجزر مع الجزر الجواب اثنين إذن نفس الجواب بالطريقتين بيك شباب بيكونوا وصلنا لنهاية هذا الاختبار بتمنى تكونوا استفدتوا شكرا كتير لأسهاكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر